فحنا عايزين نتكلم مع الناس وإتيكيت التعامل مع المرأة وازاي ده بيختلف من شخص قريب مني لكن برضو لازم يكون فيه إتيكيت يعني حتى لو زوجتك أو والدتك لازم يكون فيه إتيكيت برضو في التعامل بص حقولك هاجة هي كل حاجة نبعة من البيت نبعة من الأم هو لازم يكون فيه مبادئ وفيه كده توجيهات لأولادها الأب هو بيحترم زوجته قدام أولاده أنت نفسك ونت بتحترم والدتك قدام أولادك دي كلها رسائل رسائل لأولادك لازم طبعا أكيد المرأة طبعا أولا المرأة ملتي تسكس يعني بتقدر أنها تقوم بمهارات كتير قوي بس ده ما بيديهاش الفرصة أنها تكون زي ما نقول أنها تتأتت أو بالندية مع الرجل المرأة بطبعاتها كائن حساس وكائن كده يعني والله رأي جدا فهي تتطلب منك أنك أنت تكون لطيف في التعامل معها هتاخد عني تتأتت حرفيا راس براس بس هي مش تتأتت برأس يعني راس براس مع الرجل لا هي ملتي تسكس يعني تقدر أنها تعمل مهارات كتير الست تقدر تدي حاجات كتير قوي تقدر تربي تقدر تشتغل تقدر تعمل كل حاجة ولكن هي محتاجة أسلوب مهزب بس أنت تأخذي عنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر